بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المشاهدين اتمنى تكونوا بصحة جيدة اليوم اقترح لكم 1 كيكا غنية بالقيمة الغدائية وصحية بالمكونات اللي فيها فهي بدون سكر فيها بعض المكونات اللي كتعطيع الحلاوة ومزيانة لوليدة الصغار فوق بصة المنح وكنها رسو 1 ثلاثة ديال بيضات فنستغلو هذا الوصفة ونحضروا الى قيمة الغدائية المكونات اللي هو القمح الكامل او الزراع بالنخالة ونحضروا بها الكيكا نضيف جوج صشيات الفاني ممكن تعويضها برأس ملعقة صغيرة القرفة او لا قشرة برتقالة محكوكة نستعمل الطراب بحتي ولي البدل ثم نضيف كسد عنب الزيت النباتية بشوية بشوية في هذه المرحلة تستغنو على الطراب انا رأي من تغيل الدرجة واحد نستعمل الطراب اليداوي ونحضروا المقادر بشوية ثم نضيف كسد عنب الزيت ثم نضيف كسد عنب الزيت ثم نضيف كسد عنب الزيت الجزر والبانن ثم نضيف كسد عنب الزيت ثم نضيف ثم نضيف كسد عنب الزيت فالنخالة هي كمصدر أساسي ورئيسي للألياف الغذائية يعني تمتص الكوليستيرول وكذلك تمتص السكر فهي تحدم المشكلة القبض وكتنقي المسار وبالتالي يكون الامتصاص جيد فيتامين أ لإصلاح البشرة وكذلك الماغنيزيوم وكذلك الماغنيزيوم وكذلك الماغنيزيوم وكذلك الماغنيات ثم نضيف خميرة الحلويات بمقدار 16 جرام يعني جوج الأكياس من فئة 8 جرام معلقة كبيرة يزيد من الفاعل يمكن تعويضها بعاصر ليمون حامض فالمول الخلط الإنس ويقوم نضيف خلط الكيك ونحاول أن نوضع فيها في الميل عقاة فمن فوق الخالط الكيك سنقوم نضيف جميع العمليات والذباب والثمر وكتر طريفات صغيرة في هذا الشكل نضيف 30 دقائق ثم نضيف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة